وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بضرورة الاستفادة من الخبرات العالمية في إدارة وتشغيل مراكز المال والأعمال العالمية الجديدة جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة خطوات إدارة وتشغيل المنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث وجه مدبولي بضرورة العمل على جذب استثمارات أجنبية لهذا المشروع المتميز الذي يضهي أكبر مراكز المال والأعمال على مستوى العالم وتمت الإشارة إلى أنه ستكون هناك إدارة مختلفة لهذه المنطقة المتميزة والتي يتم تنفيذها لأول مرة في مصر